قال المبعوث الأممي إلى سوريا غيرا بيدرسون أن الصراع في سوريا لا يمكن حله عن طريق إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط وقال بيدرسون في مجلس الأمن أن تقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابا لعملية أهمق وأوسع وأشار إلى أنه ثم تحاجة لتوسيع تعاون لإشمل جميع القضايا إضافة إلى معالجة مجموعة من الخطوات الواردة في القرار 2254 وأكد المبعوث الأممي أن على الرئيسين المشتركين باللجنة الدستورية يمضي في جدول الأعمال بطريقة تسمح بمعالجة جميع القضايا ودون شروط مسبقة وأعرب بيدرسون عن قناعته بأن الوقت الرهن هو الذي ينبغي فيه العمل لمعالجة مصير عشرات الآلاف من السوري المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين وفق ما ذكر وأذكر بيدرسون أن العودة إلى الاقتتال في الشمال السوري دليل على هشاشة الاتفاق المبرمي قبل عامين وذلك في إشارة إلى التصعيد الروسي الأخير في ريف إدلب